ريال أين أنت من كل هذا النقاش؟ أنا هنا هنا تشوف ما كان مطلوبا من السفراء والبعثات الدبلوماسية في الخارج كيف مطلوب منهم حاجة كبيرة بعد 25 جويل؟ ما كان مطلوبا منهم أنه في علاقة خاصة بنشاط المعارضة في الخارج وفي علاقة باللوبيين اللي صار من قبل حركة النهضة وجماعاته أساسا ما كان مطلوبا منهم في إطار أنه هم يمثلوا السياسة الخارجية متاع البلاد اللي يقودها الرئيس قيس سعيد ما كان مطلوبا منهم هو فقط أنهم يوضحوا حقيقة الأوضاع في تونس راهوا تونس ما هو معتقل كبير راهي الحريات موجودة راهي حقوق الإنسان موجودة على عكس ما يقال في الداخل والخارج بغض النظر على أو باستثناء قلة قليلة جدا على سواء بعيد من هؤلاء السفراء ما شفناش الحقيقة السفراء وبعثات دبلوماسية تتحرك في هذا الاتجاه باش تبين حقيقة الوضع في تونس بعد 25 جولية أنا شفنا الصحافة العالمية الكل تتداول وكأنه في تونس معتقل ما شف نيش سفير واحد يطلع في وسيلة أعلام خارجية ويقولهم يا أوليدي فيش تعملوا معنى الارتكاز على المشاهد واللي صار نهار أربعة هذه حقيقة الوضع الارتكاز على المشاهد واللي صار نهار أربعة لكن أنا هولي الرجح باش نقطع مع اللغة الخشبية أنا ما عنديش مع اللغة الخشبية ما يرشحوا من هنا وهناك ومن قبل حتى بعض السفراء وأنا نحترم السيد إبراهيم الرزقي عنده واجب التحفظ ربما ومن حقه باش يدافع على منظره الإشكال في من يشرف مباشرة على هؤلاء السفراء وعلى هذه البعثات الدبلوماسية تقصد في وزير خارجية وأساسا السيد وزير الخارجية يقال أن السيد عثمان الجراندي يكبل هؤلاء السفراء ولا يطلق أيديهم في اتجاه أنهم يوضحوا حقيقة الأوضاع في تونس بعد 25 جويلة أقول هذا وأضع معلومة بين قوسين أن السيد عثمان الجراندي اشتغل مع المنصف المرزقي هذه العهد على الراوي العهد على الراوي هل يقوم بلحط عثمان الجراندي تشوف الماضي متاعهم تستنت إلى جوجل أنت في تقديم المرزقي ما زيبش جديد سيد عثمان كان وزير خارجية ترويك هل يقول فيها مش معناها مشاتر هو ما يحكي على الاستغلال يحكي على الاستغلال أبو برين أنت يرحب بيها وقت النقاش قلت دولة مهمة جدا قلت رأي مهمتهم يخدموها ويؤديوها لصالح الدولة التونسية ومستجدين مع السياس الخارجية اللي يحددها رئيس الدولة مليك إخي شنوة تو فما واحد برد بسيبه فما زوز منظومات تتسارع منظومة 24 اليوم أنا شوفنا الجلسة العامة الافتراضية هناك منظومة تعطل يا رسول الله هل فما واحد بعقله يقبل أن وزيراً في موقع وزير خارجية اشتغل مع الترويكة اليوم باش يكون صافي لا أعتقد ذلك أعتقد أن تحميل مسؤولية سيا عثمان جارندي نوع فيه من المبالغة خاصة أنك يقولها أنه نيت وسيئة أنا لا أعتقد أن سيا عثمان جارندي هو ولد وزارة خارجية من قبل يطلق أيدي السفراء معقول الصحافة العالمية في الدول الأجنبية الكل تصور الوضع في تونس كما لو كنا في أفغانستيل ومعتقل كبير وما فهميش حقوق وما فهميش حوريات فليطلق يد هذه البعثات الدبلوماسية خليهم يصرحوا خليهم يتكلموا في الأعلام في الخارج يتفعل معك روك أنه نحن عايشين في بلاد دور يكن نشوف الصحافة الأجنبية شنو تحكي عنهم